مراتان وقرام استمعينا الكرام مشاهدين الكرام اقلال راديو رابع الموجة 107.8 من دمارات العربية المتحدة من عجبان وين الرؤية هاي الرؤية وياهلا وسهلا فيكم يقول لك هني جريدة الرؤية اليوم الطوار 22 و 3 تعانيان لزعج وتلوث مؤسسة مطارات دبي لا تعليق بلدية دبي اجهزة القياس لم تسجل تلوث السكان رايحة الوقود والاطارات اسكمتنا ضجيج يقض المضاجع والحلف ستار عازل للصوت ستار عازل للصوت يقول لك هني تتصاعد معاناة سكان منطقة الطوار القريبة من مطار دبي مع ضجيج الطائرات وما يعتقدون انه تلوث تحديث رايحة الوقود المبعث من الحركات ورايحة تركاك الاطارات في الارض في حالة الهبوط ويتركز الازعاج في اطوار ثلاثة وبحالة مشابهة لكنها اقل من اطوار اثنين وبحسب افاد السكم بلغ تضرار ضجيج حد احداث شققات واتصدعات في بعض المنازل ايضا والله اذا اثبت ذلك يعني حكومة دبي ومؤسسة مطارات دبي بالاصح ما بتتأخر يعني على غرار مثل ما صار في المترو ايش الايام يعني مجرد ما اشتكوا الجماعة وقالوا تصدعت بيوتنا من ضجيج اللي يصدر المترو يوم يمر جدان بيوت تمواذع على طول يزاهم الله خير يعني يباشروا في 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 تشكيل فريق والفريق هذا وعاين وهذا واثبت بالفعل صحة كلام السكان وعلى طول استماعوا كذا وهذا وقروا انهم يعوضونهم يعوضوهم مبالغ مادية يزاهم الله خير فان شاء الله بعد مؤسسة المطارة دبي يعني ما بتتأخر اذا كان هذا صحيح ايضا يقول لك هني خمسين مليار صفقات ايدكس في اربع دورات اللهم لك الحمد وشك يعني يقول لك عشية ندوة ابو ظبي تجمع في تويتر لا امان للاخوان والله ياتوي العمار لا الاخوان ولا الاصدقاء كل ما منه مأمان ياتوي العمار خلى على الله هارون قتلي اليوم ما موجود وين سار هارون متأكد يمكن غلطان يمكن سقطة سهوان يمكن سار المنتدل الاتصال الحكومي في شارجي اكام ما يخص المنتدل ما يخص ما يخص المنتدل وينك وينك يا هارون وين شار يا طوي العمار اشوف خالي صفحات الجرائد غليظة عدني من نعم الحمد لله رب العالم حتى الصفحة متينة شبع شبعان الصفحة رويانة او الشيارة اللي بسوي منها الورقة رويانة ايه والله ايه والله صحي ما شاء الله فودة فودة ما بجريدة ما شاء الله ايه ما تمشبه الجامع التفود بي عقب ما تسبح اللهم لك الحمد شكر ايه اليوم اللي العمودي كاتب عن صحف لندن الصفراء يقول لك يا طويل العمار وين صار علي العمودي موجود هذا علي العمودي يقول لك قلي العمودي هني اللي فات نظري ايضا هني الياه السلام يا السلام والله يغفلك يرحمك يا زايد يطول عمرك يا خليفة هني يقول لك هذا الجسر ما الجسر شيخ زايد على نهر سوات في باكستان اللي يكلف 40 مليون درم جميل والله ما شاء الله ما شاء الله جميل والماء يمر من تحت ما شاء الله اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين هني يقول لك طبعا الشيخ سلطان في مركز اكسبو الآن يحضر يحضر مع طبعا يشارك في جلسات نخبة من كبار شيخصيات سياسية والأمانية الأكاديمية انطلاقها بعد شوي الشيخ سلطان دكتور سلطان من محمد القاسمي منتدى الاتصال حكومي الثاني بإمارة الشارجة ما نقول الآن عن تلفزيون الشارج يقول الأستاذ العمودي صباح الخير بعمودة صباح الخير بجريدة الاتحاد ونقول لك صباح الخير يا أستاذ علي ورأيتك بيضة يا أبو حسن يقول يا طويل عمر الإمارات وصحف لندن الصفراء تابعنا الضجة يقول التي أثرتها بعض الصحف لندن الصفراء ومزاعمها حول تعرض ثلاثة بريطانيين للتعذيب على يد شرطة دبي وهي المزاعم التي ردت عليها سفارة الدولة في لندن ببيان رسمي أكد أن تحقيقات السرطات المختصة كشف عدب صحة مع ذكرت الصحيفة ومزاعمها التي لا أساس لها من الصحة وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها بعض الصحف لندن الصفراء مزاعم وافتراءات وسوف تواصل افتراءاتها ونشر مزاعمها الكاذبة طالما نكتفي نحن بإصدار البيانات التوضيحية من دون الملحقة القانونية التي يكلفها القانون البريطاني أو يكفلها القانون البريطاني بحق الذين ينشرون تهما بلا أدلة وينالون بها من سمعة الآخرين دولا أو شركات أو أفرادا بعض هذه الصحف الصفراء تعتقد أنها بتلك المزاعم ستهز من ثقتنا بنظامنا القضاء وأجهزتنا الشرطية الذين نأتز بهما ونفخر وهما يحضيان بدعم قوي من القيادة الرشيدة التي تؤكد في كل مناسبة على احترام القانون الذي يتساوى أمام الجميع من دون استثناء يزور الإمارات سنويا ما لا يقل عن ربع مليون سائح بريطاني وتحتضن على أراضيها أكبر جالية بريطانية في منطقة الشرق الأوسط يفوق عددها الخمسين ألف شخص يعيشون ويعملون في بيئة آمنة مستقرة يدركون قبل غيرهم إنها بيئة لم تتحقق وكذلك الازدهارة الذي تلعم به البلاد سوى باحترام وتطبيق القانون هذه النوعية من الصحف تقتات على مجد غابر تفترض أن هناك من بني أو من بني جلدتها من يمكن أن طبعا ينفذ من سلطة القانون أو يتجاوزها أو يعتقد أنه فوق تلك السلطة فهل تظن أن الذين يخالفون القانون سنربط على أكتافهم ويمضون على حال سبيلهم لا أعتقد أن دولة الدولة في العالم بما فيها بريطانيا العظمى تقبل أن يقوم زوار لها بتعاضي المخدرات وتصمت عنهم وتقبل ذلك طبعا أرادت تلك الصحف الصفراء أن تصورنا كبلد مقيد للحريات الشخصية في واقعة التكسي الشهيرة وقضية بريطانية وصديق لها ضبطان متلبسين بالقيام بفعل فاضح في مكان عام وتمت حالتهم على القضاء الذي قال فيها كلمته الزاقين في الخيمة على البحر وقاية عدة وإن كانت محدودة في بعض الزوار البريطانيين طبعا تبنى على استهتار واستخفاء في القانون دفعت سفارة البريطانية في الدولة لاستغلال كل مناسبة لتوعية رعاياها بضرورة التزام بقوانين الإمارات واحترام العادات والتقاليد والثقافات المحلية نعود لواقعة زوار سبايس الثلاثة الذين رفضت محكمة جناية الدبي تكفيرهم لاحين البت في قضيتهم ونقول أن الوقاعة والتحقيقات التي أعلنت أثبتت عدم تعرضهم لأي نوع من التعذيب وقضيتهم أمام القضاء الذي سيقول كلمتهم فيهم وذلك ليس موضوعنا لأننا اعتدنا على عدم التعليق على قضايا منظورة في المحاكم احترام وتقديرا للقضاء ولكن أعتقد أنه قد حان الوقت لتغيير التعامل مع تلك الوسائل الأجنبية التي تتعامل لسائل البلاد وقوانينها برفض دعاوى تشهير بحقها طالما أنها تنطق من هواء ودون إثبات أو دليل أن سرعة متابعة سفارات الإمارات مثل تلك المزاعم تنطلق من الجدية البالغة التي تتعامل بها الدولة مع أمور تتنافى تماما مع قوانين وأنظمة البلاد وطبيعة المجتمع ونحن بانتظار تحرق جاد مع هذه الوسائل المسيئة بالفعل مفروض سفارة دولة الإمارات في لندن بالفعل تلاحق الصحيفة والصحيفة الصفراء التي كتبت عن هذه المزاعب الغير صحيحة طبعا وفي الفعل الكثير من البريطانيين أو ما يقارب 50 ألف بريطاني عاشين في دولة الإمارات الحمد للعرب العالمين ولا يحلمون يعيشون في هالعيشة في أي بلد حتى بريطانيا والله لم يعيشون بهالعيشة الله عملك العمد للشكر ولكن يحترمون القانون لا يفترق القانون بالعكس يجب أن يفعل كل شيء وأنتم لا يقولون لهم شيء ما يصير هذه المرة قبل فترة الصيف ليه طاف الولد الإماراتي اللي سوى حادث ما كان يسوق مسكين المخمور ما كان يسوق بس صاحب تركسي يشاهد عليه قال لما بها ليسوق هذا ليسوق زخه صاحب سيارة ما كان مخمور ولا شيء هكراكبه ياه ما يخصه هو اللي يعني هو هو اللي داعم قال له هذا اللي يسوق زخه وغربه وليعوزه هذا ما قلنا شيء عنه قانون بالعكس هم لا أي شيء تقول لهم ياه ما يستوي لا تلزقهم ولا تسجينهم خليم يتعطهم مخدرات خليم يسوون أي فعل منافع الأداب والأخلاق في أفل الشوارع يسوون ليبون لا تقول لهم شيء ولا كانت يوم باتش بسيادنا دون قال لك لا الله المستعان إن شاء الله موجز طاف الوقت نتواصل بعد هذا الموجز والزميلة غادر قبعاً